أرحب أجمل ترحيب بالحفل الكريم الذي حضر حفلنا تشجيعاً للعلم والعلماء وبناة العز والأرضان أهلاً وسهلاً بكم يا أهل الوفاء يا من لبيتم النداء وبيتم أن تشاركونا حفلنا هذا لتكريم طلبة الثانوي العامة في قريتنا الحبيبة الشماء نحتفل اليوم بتخريج فوج جديد من طلبة الأعزاء في قرية اكتابة فوج راقصة أهلاً بالضيوف الكرام أهلاً بأهل العلم هم فرسان العلم والوطن هم عشاق العلمي صناع المجد القادم هم مشاعل النوري قادة المستقبل هم عشاق الحرية أبناء فلسطين هم أبناء الياسر أبا عمار وغليل الوزير وأبا جهاد هم أبناء قدس الأخداس تقدموا يا أبا لأبا عمار في رفع الراية على مآذن وكلايس القدس تقدموا ورفعوا رؤوسكم بتعالي قانان السماء حفلنا الكريم لنقف جميعاً ونستقبل طلبتنا الناجحين فوتو ناجحين برح الملايين بلوا 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 بل موسيقى موسيقى بسم الله بسم الله الذي لا إله سواه بسم الذي خلق الكون وسواه واثقي الخطى نبدأ بكل تواضعين أمامكم وبكل شموخ أمام الناعكين المتحدين نبدأ بسم كل طالب علم ارتقى شهيدا نبدأ بسم كل طفل وشبل فلسطيني حر نبدأ بسم الطفل الشهيد علي دوابشا نبدأ بسم كل أسير يقطع في عتمات السنازيل نبدأ بسم كل جريح ملأ سراخه السماء والأرض نبدأ بسم كل دمعة أم الثكلة نبدأ بسمكم جميعا نبدأ في غار حراء كانت أولى الأبجديات تنسدل من السماء نحو خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الكتب المقدسة كان العلم بوابة لنجاة الأمة ومصدرا لعزها وفخارها وفي فلسطين تتلمدنا منذ الصغر وتتابع النكبات على الأبجدية الفلسطينية اقرأ أربعة حروف ربانية هي بداية الضوء المشرك للخلق جميعا ومعتلاوة عظرة لآيات من الذكر الحكيم يركيها على مسامعنا الطالب في مدرس الذكور اكتابة الأساسية عبدالغني ملحم فليتغضى المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرضي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأرضى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من ذون وكلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدوناهما بعثنا بعثنا عليهم عبادا لنا لبأسا شديا فجأسوا خذال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وعمددناكم وعمددناكم بأموال وبنيا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساكم فلها فإذا جاء وعدوا الآخرة ليسوء وجوهكم وليدهلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا صدر الله العظيم طيب الله الأنفاس وجزاك كل خير فلسطين خذ القلب مني مزقيه وقطعيه خذ الدمعة إني قد وهبتك أدفعيه خذ الروحة إن الروحة تشتاق اللقاء تكاد تطير الآن من بين أطلعيه خذ الليلة والأحزان واليأس والرجاء خذي كل ألحاني وغني وارجعيه خذي العشكة يبكي في حروف قصائدي خذيه وضميه إلى الصدر وهجعيه خذي كل ما شئتي ولا تترددي خذي كل ما عندي خذي كل ما معيه فلسطين قام القلب يشكو مصابه فكيف تعال يا فلسطين واسمعي فلنقف الآن شامكين معتزين بسلامنا الوطني الفلسطيني ومن ثم نقرأ الفاتحة على أرواح شمتاء الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم جلود مجندون من أجل خدمة هذه القرية وأهلها أما الآن فمع الكلمة الترحيبية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم الحمد لله الذي أنار لنا ضروب حياتنا وأضاء لنا قلوبنا بنور العلم الحمد لله القائل في محكم التنزيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم الأخ المناضل مؤيد شعبان أمين سر حركة فتح في إقليمته الكرم وأعضاء لجلة الإقليم المحترمين الأخ شاكر زيدان مدير مكتب إقليمته الكرم الأخوة في مديرية التربية والتعليم نائل فحماوي أو من ينوب عنها الحفل الكريم كل بإسمه ولقبه مع حفظ الألقاء والمسلميات والرطبط نرحبكم اليوم أجمل ترحيب في حفل تكريم طلبة التناوية المتفوفين والناجحين والذي أضحى تقليداً سنوياً فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً الحفل الكريم اليوم تمتزج مشاعرنا مشاعر الفرح والسرور بالحز والأسى والغضب فالدماء تستسقي الدماء والشهيد يتبع الشهيد فبالأمس القريب استشهد الرضيع علي دوابشة قتل وحرق بدم بارد على أيدي عصابات الحفظ الصهيوني وفي هذا المقام نقول لمن أحرق جسد الشهيد الرضيع علي دوابشة رغم أنفك سنطلب العلم ورغم أنفك سنفرح بالناجحين ورغم أنفك سنكرم المعلمين والمتعلمين ولأننا على عهد الشهداء باكون نلتقي في البال الذين استشهدوا من أجل النحية والذين خلدت أسماؤهم بعد موتهم الباكون فينا الذين صنعوا لنا تاريخاً ومجداً لسيد شهداء فلسطين الشهيد الراحل ياسر عرفات ولجميع شهدائها وأبنائها البررة الذين سقطوا على درب الحرية وضحوا بأرواحهم لأن الشهداء أقرم منا جميعاً أثرنا بحركة فتن منطقة اكتابة على أن يتتم حفلنا هذا بالبساطة في الشك والأسلوب ولكنه غني بمضمونه ومعانيه الاجتماعية والثورية وبحضوركم المشرف لنا فعذرونا طلبتنا الأعزاء أهلنا الكرام حيث قمنا بإلغاء العديد من الفقرات الفنية ذات الطابع الاحتفالي ليس انتقاصاً من فرحتكم أيها الأعزاء ولكن لنتعايش مع الضرف المأساوي الذي نعيشه في هذه الفترة فعائلة الشهيد علي دوابشا ما زالت تصارع الموت فتعوا لهم بالشفاء الحفل الكريم كلنا يعلم بأن أساس الإنسان الصالح أسرة صالحة تصهر وترعى وتتابع كل صغيرة وكبيراً في حياة أبنائها فكما سهرتم طويلاً على راحة أبنائكم وتعبتم في توفير الجو المناسب لأبنائكم فكان هذا النجاح ثمنت تعامكم وجهدكم فبارك الله لكم هذا النجاح الحفل الكريم لابد من كلمة شكر وعرفان للمعلمين والمعلمات ومن ضراء المدارس ومدينيات التربية والتعليم بكافة أقسامها الذين أخذوا على عاطقهم إتمام وإكمال المسيرة وبناء جيل مثقف وواعي وكل الشكر والتدديل أجهزتنا الأمنية الشرطية التي كان لها دور رائع وجهود جبارة محافظة على سير امتحانات الثلوية العامة بكل هدوء وأمام طلبتنا العزاء لأن للنجاحات أنواس يقدرونها نحتفل بكم اليوم وتحت رعاية حركة فتح وبإسم فوج الأقصى ولأن حرص حركة فتح في إقامة ورعاية مثل هذه المناسبات والمهرجانات يأتي من إيماننا بأن الطالب الفلسطيني المتحدث المتعلم هو أساس البناء الحقيقي فبكم أيها العزاء تبنى الأوطان فالعلم يبني بيوتا لا عمادة لها والجهل يبني بيوتا العز والكرمي طلبتنا العزاء إفرحوا وارفعوا رؤوسكم عالية فأنتم مقاومون من الدرجة الأولى فالقلب في موضعه أقوى من الرصاص فأنتم تحديتم في نجاحكم أعتى أنواء الاستعمار والاحتلال الذي طالما أرادنا مجتمعٌ جاهل يأتابعا لا حول ولا قوة له ولكننا اليوم أقويان بكم وبعلمكم لذا فأننا نعاهدكم في حركة فت وكما اليوم نحتفل بكم أن نستفل ضمونا في جامعاتكم كأبناء حركة الشبيبة الطلابية الدراية الطلابية لحركة فت ونعاعدكم يا أهلنا أن نكون الأوفياء في رعاية أبنائكم ومتابعتهم في جامعاتهم وفي الختام نبارك مجددا لطلبتنا نجاحهم ولعائلاتهم الكريمة وأتفتن باسمي وباسم اللجلة التنظيمية في منطقة اكتابة لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفظ وأخص بالذكر الأخ المناطل أمين زر حركة فتح إقليم تور كريم وايد شعبان وأضاء لجلة الإقليم المحترمين ومدير مكتب الإقليم الأخ شاكر زيدان والكادر التنظيمي في قريتنا الحبيبة كل باسمه كما وأشكر أسرة مدرسة بنات اكتابة الثانوية والأخوات في مجلس الأمهات والأخوة في مجلس الآباء ورودة الملاك الصغير وجميع المحال التجارية في قريتنا الذين ساهموا به جاية على الحفظ وإنها لطورة علم وجد واجتهاد حق النص والتحرير وإقامة دولتنا الفلسطينية وآصمتها الكدس الشريف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعانك الله على خلمة القرية وأبنائها أخانا أسامة حينما يصير الحرف رصاصة والكلمة بنتقية حينما يثور القلم من دمنا تنطق القصيدة ويكون للشعر صولة في هذا اللقاء من هنا كان لابد للكلمات أن تنطق كالإنسان يشعر ويعيش هذا الشعر الذي يضيء القناديلة ويعلي حقا ويرفع عزيزا ويحط ذليلا والآن مع قصيدة شعرية بعنوان فلسطيني ممنوع تعيش مع الطالبة رولا ملحم ابنة مدرسة بنات كتابة ثانوية فلسطيني قالوا لك إسكوا ما تحكيش إلا خلطك لا تنطيش للهواجز للمعابر لا تنطيش كذبوا عجبينك يندان للطالبة حتى تزويش فلسطيني قالوا لك من دوع تعيش فلسطيني من دوع الزور ومش مصموح تكون مقهول إياك الظالم الحقا أعجب يوم السوف النور ممنوع الجهد الهويكي ممنوع الجهد الغزبون فلسطيني ومتاك تتعلم هاي الشغلة تتستون فلسطيني لازم تتعلم منذ ما يشوفك دكتور فلسطيني ممنوع تعيش فلسطيني بكل المتارات اسمك بالأحمر مكتوب وعلى شبات بصحت الجوازات كذبوا عجبينك مطلوب لازم تتوقف ساعات منذ أو منذ نوم يتوجه إلك السيامات إنك سبب كل حروم كأنه بسمبك الحكمات والعزل موت المكتوب كأنك سبب كل النفسات وكل سبب الشعوب كأنه بسمبك مجنبات فلسطيني للمحز الغروب وذا محزوديان وناس وأعزش على أمرة مغلوب مع أنه الحقيقة أنا اللي كنت اليو ضحية عمدتوني فاجل الغلي قضية للي ما عنده قضية أنا اللي راسي مع الحنى بوجه الريح القوية أنا اللي شعبي صمم بالضبط الرشيدية واليوم بكرة وللأباد عنا كلمة وحدية فلسطين عربية ورح نلجع عربية ورح نفع عربية من فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداو فقم بعلمك لا تقلب به بدلاً فالناس موتى وأهل العلم أحياء الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أهداه لفظة ولأن مدارسنا علمتنا الكثير من الأنفاض لا مجرد لفظة ولأننا من أول يوم عرفنا معنى الانتماء لهذا الوطن وعرفنا أن للانتماء تبعات وواجبات ليس أقلها حب الوطن وتقدير المعلمين واحترامهم ولأنكم أنتم الأساس في هذا البناء لأنكم زارعي هذه الحقول ولأنكم بنات البناء اسمحوا لهاماتنا أن تنحني تقديراً واحتراماً لكم أما الآن نستمع جميعاً إلى كلمة أسرة التربية والتعليم يلقيها على مسامعنا السيد الفاضل مونير أبو صافي رئيس قسم الامتحانات في التربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال تعالى في محكم التنزيل بعد عودوا بالله من الشيطان الرجيم وَكُلْ اِعْمَلُوا فَسَارَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة أولياء الأمور المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بكم في هذا رسائل مبارك بإذن الله لنجعل من احتفالنا هذا عُرصاً وطنياً واحداً من رفح إلى جنين ألا وهو عُرص امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة هذا الامتحان الذي تعتبره وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إمتحاناً وطنياً سيادياً وتعتبره رُكْنًا أساسياً في بنائها وعملاً هاماً من أعمالها وقفت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها على مستوى الوطن عند حدود الأمانة والمسؤولية الملقى على عاتفها وبعمل مخطط ودعوب ونوايا صادقة لطاقم الوزارة ومديرياتها في جناحي الوطن لنصل إلى ما وصلنا إليه في هذا اليوم يوم الفرح والسرور يوم الإنجاز يوم الأمانة والمسؤولية التي تمثلت في كافة مراحل سير امتحان الثانوية العامة وبهذه المناسبة فإنني أكتم جزول للشكر وعظيم الامتنان لكافة العاملين والمسؤولين في هذا الامتحان الذين أرسوا معالم هذا النجاح الذي ما زال أمامهم الكثير من التحديات لتطوير التعليم والركي بنوعيه وجعله إحامياً وواقياً للمجتمع من الفقر والجهل وكل أنواع الاستغلال ولا يمكن لذلك أن يتم إلا تحت مضلة تربوية تؤمن بقيم الصدق والتسامح والعدل واشمح لي أيضاً أن أخص بعظيم الشكر والامتنان المعلمين والمعلمات والطواقم الإدالية المساندة وكل جندي مجهول قدم من جهده ووقته في سبيل العلم والمصلحة العليا لهذا الوطن وأشير هنا إلى تربع مديرية التربية والتعليم في طول كرم على عرش التفوق والنجاح حيث حصدت سبع مراكز من الأوائل على مستوى الوطن على كافة الفروع لتحافظ بذلك على اللقب الذي منحه لها القائد الرمزي الخالد المرحوم ياسر عرفات رحمه الله وحصل حوالي 615 طالباً وطالبة على معدل 90 فما فوق وهنا أذكر مديري ومديرات المدارس في محافظة تول كرم بشكل خاص ومعالمين الأفاضل والطواقم الإدارية الذين يستحقوا أن نصفهم بأنهم المميزين في جميع الظروف والأحوال أبناء وبنات الطلبة لقد نهلتم من منابع العلم واستعددتم للانطلاق نحو الحياة بكل ما فيها من كفاح ونجاح آمل أن تحملوا الوطن في قلوبكم أينما ذهبتم مسلحين بالعلم وحسن الخلق أما دور وزارة التربية والتعليم والمديريات فما يكاد أن ينتهي من مرحلة لينتقل إلى مرحلة أخرى فتبدأ بالمراجعة والتكويم والتطوير وأخذ التغذية الراجعة من تجاربنا وهنا أوضح أن ما تكوم به وزارتنا هو عبارة عن أمانة نكوم بها عن طيب خاطر مهما كانت ثقيلة وفي نهاية الكلمة لا يفوتني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكافة المؤسسات الوطنية والأمنية في محافظة تول كرم على مستوى الوطن التي وقفت معنا أثناء مراحل الامتحان المختلفة وأخص بالذكر مكتب عطوفة المحافظ وكادره الإداري والمؤسسة الأمنية وأخص بالذكر الشرطة والارتباط المدني والعسكري وأمين سر الإقليم الأخ والصديق مؤيد شعبان وكافة أعضاء لجنة الإقليم ومدير المكتب الأخ شاكر زيدان ومؤسسات المجتمع المحلي والمجالس المحلية التي عملت معنا بشراكة حقيقية ومسؤولية ومجلس قروي إكتابا وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فموقع إكتابا راعية هذا الاحتفال وأخص بالذكر الأخ أسامة منحب مبروك لأبنائنا وبناتنا متمنيا لكم مستقبلا زاهرا ومتمنيا لمن لم يحالفهم الحظ التوفيق في العام القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للأستاذ الفاضل مونيرا بوساطي على هذه الكلمة الطيبة سنغني ولا نباني للشهيد للأسير للأم والوطن سنغني للشمس معانقة سفوح بلادي سنغني حتى لو وضعوا الأشواك بالحلف سنغني سنغني تراثا منذ خمسة آلاف عام وأكثر لنقول للعالم إنا هنا وهنا فأكون غناءا وتراثا حبا وحنانا لنحرر وطن سنغني لعجوز تحمل مفتاح عودة ترم به وطن سنغني نترككم الآن مع الطالبة آية مفيد ابنة مدرسة كتابة ثانوية وأغنية مكتوب عجبينك بطل مكتوب عجبينك بطل يا ساكن الزنزين مهما جروا مهما حصل كله في دفلستين بعرف أغانوا وعزبوا بعوا الكرام وأرهبوا ديابك بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين صوت السلاسل في السجن ما تعصوا من الصوت أما العدو بامتحن صبرك يجيب الموت لا تفتكر قلبي معك مع كل أب اسمك مدى إلهي رجعك يا ربي يا جبار يا ربي يا جبار سلمت حنجرتك الراقية يا أختا من رحم المعاناة ولدت في ساحات الوقى نمت وترعرعت فكانت أول الرصاصة وأول الحجارة وقادت ثورة جبارة عيلبون كانت الشرارة بفضلها عادت الكرامة لتغضل عاصمة منارة نورا لمن اهتدى وعلى من اعتدى نارا أما الآن فمع كلمة الغلابة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فت يلقيها الأخ حمداني سيفان نائب أمينسر حركة فتح الكلمة الكرم فليتبط أولا ننكر لكم تحيات أذيق والأخوات في لجة الإكليم وأمينسر الإكليم الذي تحول ظروفه الصحية دون إنقاء كلمة الحركة في الإكليم بسم الله الرحمن الرحيم كُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَبْنَاءَنَا أطلب الأعزاء الطالبات وطلاب الإخوة الحضور الكرام كلٌّ باسمه ومسماه ورتبته ولكبه نحييكم بتحية فلسطين الوطن، فلسطين الدولة، فلسطين الشعب أما بعد، فرغم الظروف الصعبة فرغم الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا، فإنه ما زال مصممًا على أن يغني من كلب الجرح والمعاناة، فبات الوضع الطبيعي لشعبنا العربي الفلسطيني أن يعيش في وضعٍ غير طبيعي، وعندما يكون تكريم الطلبة وأهله، فعندما يكون تكريم العلم وأهله، واجبٌ وطني، وعندما تتسابق أكثر من جهةٍ على تكريم الناجحين والمتفوقين، فإن المسألة لم تعد كلمةً تلقى، أو كصيلةً تنظم، أو مخطوعةً موسيقيةً تُعزَب، بل إن في ذلك تعزيزٌ لمنظومة الكيم ولمدرسة المحبة التي أرسى بنيانها الراسخ والشامخ والشامخ القائد العام المؤسس ياسر عرفات رحمه الله وصار على ضربه من بعد خلفه السيد الرئيس محمود عباس أبو ماجن، الذي لا يعلو جهداً في رعاية الكضية الفلسطينية، كما رعاها من قبله أكثر من كائدٍ وطني، ولم ولن يُفرَّط بأيٍّ من الثوابت الوطنية، وفي المُكدِّمة منها عودة اللاجئين والمهجرين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمةها الكدس الشريف أبناء على الطلبة، وأنتم تجتهزون مرحلةً طويلةً من العلم، يطيبُ لنا في حركتكم فتح أن نهنِّعكم وذويكم ومعلميكم متمنين لكم على المزيد من النجاح والتفوق، لتأخذوا دوركم في بناء هذا الوطن أما أنتم يا إخوتنا وأهلنا في كتابة، أما أنتم يا إخوتنا وأهلنا في كرية كتابة، فإن لنا نحيِّيكم صحيحٌ أنكم كريةٌ صغيرة، إلا أن فعلكم كبير، فقد عشتم بإخوةً حقيقيين مهاجرين وعنصار، ووفَّدتم بين البُعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنضالي كيف لا، وأنتم بلد الشهداء، سليم علّريه، وعيسى علّريه، ومحمد علّريه، وآخرين غيرهم كتاباً، نشكر كل جهود التي تكبوا وراء هذا الحفل الوطني الضائح، وهم الإخوة في حركة بسر، مدعومين من الهيئة المحلية، والمواطنين في هذا الموقع الصامد عشتم، عاشت فصل، وعشتم، وعاشت فلسطين حرّة عربية، المجد والخلود جهدان أبرار، وإنها لصورةٌ حقاً لا صرف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم للفتح العظيمة، هم أطفال الحجارة، هم أطفال الأقصى، أطفال فلسطين، هم زملة الأطفال الشهداء، أما الآن مع فقرة فنية يؤديها أطفال روضة الملاك الصغير في قرية كتابا فليتبطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأجلك يا مدينة الصلاة بصلي لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المداهن، يا قدس، يا قدس، يا قدس، يا قدس، يا مدينة الصلاة بصلي عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل كل يوم تدر في أروقة المعابد، تدر في أروقة المعابد، تدر في أروقة المعابد، تعاني كل كناهس القديمة، وتمسح الخزن عن المساجد عيوننا إليك تدر في أروقة المعابد، تدر في أروقة المعابد، تعاني كل كناهس القديمة، وتمسح الخزن عن المساجد يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي الطفل في المغارة، وأمه مريم وجهان يبكيان طفل في المغارة، وأمه مريم وجهان يبكيان، يبكيان لأجل من تشرطوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافعوا استشهد في المداخل، استشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب حربها الطفل في المغارة، وأمه مريم وجهان يبكيان، وإنني أصلي الحرب الغضب الصاطع، وأتنى الغضب الصاطع، وأتنى الغضب الصاطع، وأتنى سأمر على الأحزان وأنا كل إيمان سأمر على الأحزان من كل طريق بجياب الرهبة من كل عيق بجياب الرهبة وتغشف الله الغابر ألغط بصاطعات وأنا كل إيمان ألغط بصاطعات سأمر على الأحزان وأنا كل إيمان سأمر على الأحزان من كل طريق بجياب الرهبة من كل طريق بجياب الرهبة وتغشف الله الغابر لم يغفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي سأدفع على الأبواب وسأفتحها الأبواب وسترسل يا نهر القرد أجري بمياه قدسية وستمحوا يا نهر القرد أثار القدم الهمجية الغضب الساطع بجياب الرهبة الغضب الساطع بجياب الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة وبأيدينا سنعيد بهاها القدس بأيدينا للقدس سلام لأيدينا للقدس سلام لأيدينا للقدس سلام للقدس سلام والله بسهل وأحلى فكرة أطفال الرؤيعين مميزين شكرا لرودة الملاك الصغير شكرا لسيدة المعاصم كلمات نقشت بذاكرتنا منذ الصفر فقالوا من طلب العلم سهر الليالي ومن جد وجد ومن صار على الترب وصل وطلب العلم من المهدي إلى اللحم وطلب العلم ولو في الصين أن نطلب العلم من الصين ومحافظة طول كرب منارة التعليم في فلسطين حال الأوان أن نترككم الآن مع إخوانكم وأبنائكم الناجحين هذه النجوم المتلألية التي تضير سماء القرية فمع كلمة الطلب الناجحين تركيها على مسامعنا الطالبة شهد حنون فلتطفى واشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أشرح بنوره الظلمان وصلاة والسلام على أشرح الخلف والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحضور الكريم أحييكم بتحية الإسلام المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء وزميلاتي طلبة الثانوية العامة لهذا العام لجميع الأفرار لنا البقر أن يطلق على هذا الفوج فوج الأخصى الذي نفتهد من الله تعالى أن يرفع الظلم والحصار والقيود عنه وأن يحارله من أي اليهود الغاصبين ليكون القلب النارض لعاصمة دولتنا الفلسطينية والله هو ولي ذلك والقادر عليه نرحب بكم في هذا اليوم الزاهي بحضوركم والتي نحصل فيه زملاء وزميلات ثمرة جهود كبيرة استمرت على مدار 12 سنة من الجهد الدراسي المستمر والذي تكلل بالنجاح بحمد الله وفضل الحضور الكريم في هذا اليوم الجميل المعطر بحضوركم اسمحوا لنا أن نتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان إلى الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجلنا ولم ينقلوا علينا بأي معلومة حتى لو كانت هامشية إلى هؤلاء المعلمين والمعلمات لهم منا أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان وشزاه الله عنا كل خير إلى أثر الناس إلى من لا يرضى الله عنا إلا برضاهم إلى أمهاتنا وآبائنا الذين سهروا الليالي وصوروا صبرا جميلا يصحبه الأمل بالنجاح والتفوق نقول لهم جزاكم الله عنا كل خير ونسأل الله العلي معظيم أن يرضى عنا دائما لترضى علينا وأن يختم بالصالحات أعمالكم وآمالنا زملائي وسميلاتي فوجو الأفصى إن وضمنا الغالي فلسطين بحاجة إليكم وإلى شهاداتكم العليا التي نسأل الله أن تكون مرحلتكم التعليمية الجامعية القادمة مكللة بالتفوق والنجاح لتفهر بكم فلسطين بتخصصاتكم العلمية التي ترغبون بها من أجل إكمال مسيرتكم التعليمية حيث أتمنى على كل زميل وزميلة أن يتوجه إلى اختيار تخصص الذي يناسبه حتى يبدع في مجاله وأخيرا وليس آخرا يتقدم فوجو الأفصى لطلاب الثانوية العامة في قرية كتابة بكل شكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحق وأقص بالذكر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منطقة كتابة على ما قدموه لنا ليشاركونا فرحتنا بالرغم من كل استيعاب التي واجهت إصرارهم لإقامة هذا الحق عاشت فلسطين حرة عربية وعاصمتها القدس الشريط وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم قطف الثمار ومسح الجبيل من عناء المسير أمي هذا أنا فسردي خذي قلبي خذي روحي ها قد جاء الوقت الذي طالما انتظرتموه ها قد حان جني الثمار معذرة لأننا لا نستطيع أن نقدم لكم ما تستحكون فأنتم الأمل وأنتم العنوان هيا نقطفوا الورث معا ونغني لأيام الحصار ونحن وأيها الحفر الكريم نأتوا إياكم إلى قتام حبلنا وندعو الإخوة التالي أسباؤهم من يعطلوا منصة التكريم ليكرموا أبداهم ويباركوا لهم جهودهم الأخوة هي الشعبانة من سر حركة فتح كليلتو الكرم ودينة تدرسة كتابة السيدة عند الحال ودينة التربية التعليمة وميّلوه عنها السيد وسامة ملحب أبين سر حركة فتح منطقة كتابة السيد حسن الكريسي الطالب مصعب عبد الرحمن حنون ننوّه هذا التكريم ليس حسب المعدد محمد عبد الرحمن علارية نبع السيد فيصل حرب لمنصة التكريم نميّ محمد زياد علارية إبراهيم أكرم محمدان عبد الحسين برطة يوسف أحنا النظور بها الدين عصام عبد اللطيف نظور نادر ملحب أيمن محمد عبدالغاني بيزن محمد، محمد ميّار واجيه عبادة مساعدة داليا أشرف ظاهر رغب غالب عبد الحف أخدال قاسم شطها غالب عبد الرحيم بالحف داليا أشرف ظاهر رغب غالب عبد الحف داليا أشرف ظاهر رغب غالب عبد الحف 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 هيا مؤتصي بالظاهيم هدي العماد عينا منبدي لانيا محمود الشيخ قاصب نورو محمود سروجي أمجاد بلاد معيز هلارية شهد عيسى محمود هلارية أحلام بسام جماعية رانالبان محمود الشيخ نورو محمود ورغم 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 مجدد 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 متابق ياثان سماير ملحم مجدد ويوسف مجدد قوام بحمد صعبي مرام محبول لحمد نلهم اي شكل و اي رو مرام محبول لحمد نلهم اي شكل و اي رو السلام ولا الخرق اتحب لعدي وراها الشبكة هادي مدع مدع وناك نسكون من اللي قال انتهت عر المدع من نور اما الان بنكرم الاخ المنظم مؤيد شعبان وiso من لطيف مرام محبول لحمد نلهم أحكدا بقไما تنقي من يطلق الحاجة كنا كلا شدو. من بليامك حاوي يقول كلا شدو. غيرك ما يحناني يقول كلا شدو. حسن الفيسي على ضغمه للحفظ. وانه حاول مليئة راضية وميلومة عنها في الاسرة في التنبيه والتعليم. فرحقولوا نحن نشاعر كلهم فتحقولوا فرحقولوا إن شهدي يشغل شراء مفرحقولوا فأدرس الشنافج تانوه التنوية ومثلا بالسيدة هيد الحاج. والجيش المدام وصانع عوداته فهي الذي صنعت لي شعبيه طواتا وهي الذي شقه قريطا العزاتي الابن وقت الآن ستكون اكتابة الأساسية بجلس الأباء مبثل بالسيد سماحين بالحلم يوم الآن ستكون اكتابة تجلس الأباء مبثل بالسيدة اللي كان في مطلس البلد التابة الثانوية والله الغلاك الصغير مبثل بالسيدة اللي كان في مطلس البلد التابة الثانوية والله الغلاك الصغير مبثل بالسيدة اللي كان في مطلس البلد التابة الثانوية أحمد هذه الحق الموت النابي في قرية اكتابة نسخوا اليكم بخبرة مشروع على تأهين بدخل القرية من مطلس البياه وحتى بسجة الراشطين وذلك بجهود حركة منطقة اكتابة ويجنب البقر اكتابة اشتركوا في القناة